موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم و اهلا بكم من النشرة المسائية للاخبار بقلوب خاشعة تلتمس العفو والمغفرة والرحمة ودعوات متواترة ترجل استجابة من المولى عز وجل توفد حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم على سعيد عرفات لأداء ركن الحج الاعظم وسط اجراءات امنية وصحية مشددة لبيك لا جيد لك ربيك ان الحمد والنعمة لدى المرض لا جيد لك على سعيد عرفات تجتمع ضيوف الرحمن ليشهد الوقفة الكبرى في مشهد ايماني ماهيب توحدت فيه قلوبهم وارتفعت ايادهم وتعالت اصواتهم بالدعاء والاستغفار سعيد عرفات الذي توفد عليه نحو مليون حاج وحاجة منذ ساعات الصباح الاولى لأداء الركن الاعظم من فريدة الحج بعد عامين قيدت فيهما جائحة كورونا من عدد الحجاج وفي من شغل البعض من الحجاج بالتلبية والاستغفار تحول البعض الاخر الى مسجد نميرا اين استمعوا الى خطوة الوقوف بعرفة اللهم تقبل من الحجيجي مناسكهم واستجب دعواتهم ويسر امورهم واغفر ذنوبهم واعدهم لبلدانهم سالمين غانمين وعقب الاستماع الى الخطوة ادى ذنوف الرحمن صلاطي الظهر والعصر قصرا وجمعا ووسط اجواء ايمانية يغمرها الخشوع والسكون سيقضي حجاج بيت الله الحرام اليوم في مخيمات مترمية الاطراف في سعيد عرفات ثم سينفرون عند الغروب الى مشعر مزدلفة حيث سيصلون المغرب والعشاء جمع تأخير ثم سيجمعون الجمرات ويتوجهون الى ميناء لرميها اول ايام عيد الاضحة انخفاض ملحوف في درجات الحرارة ميز تقسى اليوم وايضا يوم غد يوم عيد الاضحة المبارك حيث ستكون رياح شديدة بما يتطلب وليقظ قرب سواحل وبسرعة تصل الى مستوى 60 كم في الساعة وللمزيد معنا مباشرة عبر الهاتف محرز الغنوشي رئيس مصلحة التوقعات الجوية بالمعهد الوطني لرصد الجوي محرز اهلا بك اذا انفراج في حالة التقس هل سيتواصل خلال الايام القادمة اذا لم نتمكن من الحصول على محرز الغنوشي اذا نواصل مشاهدنا الكرام نشرتنا رحي والساككين مهنة موسمية ترتبط اساسا بعيد الاضحة المبارك وهي واحدة من بين استعدادات كثيرة لهذه المناسبة التي تشترط تحذيرا مسبقا في الروبرتاج التالي نتابع من مدنين طريقة رحي الساككين لكن بالاسلوب التقليدية لساعة طويلة وبهذه الحركات الدقيقة في رحي الساككين يقضي الحرافيع لبوشنيبة يومه ثلثة فترة ما قبل عيد الاضحة وتاريخ طويل له مع هذه المهارة المنازي فعيندي فوق من ثلاثين عام فوق من ثلاثين عام في السوق الحدد سنعة جزجودي خلطت عليها خلطت حذر لسناشر حنوطة في عمرنا وبعد ذلك لموت الساكرة حنوطة ما هناك شاباء ما هناك شقبل عليها ثم تاوب بكورة اجتوا عادي بركة لا احنا ناخذ مكان بهذه المدينة العربية هذه خير تقعد السكانة هي مدينة حرشية تقعد رطبة سنعة الحدادة بهذه السوق وسط مدينة مدنين تراجع مهنيوها في محاولة منهم توريذ هذه الحرفة لشباب ممن يرغبون في تعلمها فعدد منهم يهبون في فترة العيد لمساعدة آبائهم أمام كثرة الإقبال متخرج متحصل على الشهادة وهاني نخدم في الحدادة والحمد لله في الايامات هذه الايامات العيد تكثر معناها يجو حتى لخدموا فترة قصيرة وقصوا يرجعوا يستنجدوا بحكم يبدو الطلب أكثر والعباد يجي أخر وقت دواران الرحاة التقليدية وخبرة أصحابها في رحي كل الأدوات الحد وما تخلقه من موسيقى مميزة عناصر جذبت إليها المواطنين ممن يختارون هذا المكان السوق معروف في السنوات أكثر من 40 عام أظن نعرفه كان هنا البقعة دي متح مهنة والسكاكين والسطور وكل شيء نجيبهم هنا عندهم هم خدمة ممتازة رسميين في الخدمة هم هذا معناها لا يقلب لك شفرة ولا شيء يرحي لك على قعدة فهمت كيفاش معناها بتربح ولا بتصلح ولا ما شاء الله حرفة الحدادة مهنة تتحدى الاندثار ومعها يحاول أصحابها المحافظة على مكانة سوق الحددين بمدنين التاريخية والأثرية والسياحية أزمة التزود بالعديد من المواد الاستهلاكية الأساسية مزالت قائمة في الكثير من المدن على غرار مدن ولاية توزر حيث يتذمر المواطن من فقدانها وربطها بالبيع المشروطة فيما يرجع الكثيرون ذلك إلى لهفة المواطن نفسه عند اقتناء هذه المواد تشهد أغلب مدن ولاية توزر اضطرابا في التزود ببعض المواد الاستهلاكية المدعمة خاصة منها الزيت النباتي والسكر وبعض المواد الأخرى مما سبب أزمة وصعوبات لدى أرباب العائلات للحصول على هذه المواد عندك السكر عندك الزيت عندك تويكة المعقالونة مثل ما مش موجودة وفرين هضم الحاجات بالأساسية مثل ما مش توزر معناها شوية قوت معناها طريف طريف بالنسبة للسكر وتويكة والزيت عندك تويكة جي اسبوعين مثل ما مش مخدين بالله واحد مشي تقضي ما تلقي شي تسمع بها سمعان وكهو غض وجي كميات قليلة وضعيفة معناها مثل ما مش مفقودة جملة مشي العطار معناها يولي ثم بيع مشروط يقولك تشري الزيت معناها باش وتشري معها حاجات أخرى تشري السكر في آخر المدة تشري السكر يقولك لا يا أخوي كان باش تشري معها الطرف مثل غرط وطرف حليب وباش نعطيك النجم نعطيك السكر الخبز ليمت هذه معناتها بقلة حتى هو معناها بعد نص النهار معاش تلقي خبز مثل خبز معنا ساعتني تلقي الطبور الصف معناها شي كبير ما يباشي شي أعبا كعتني بقية ثلاثة حبل ساعة أو ساعة أو ربعة أو شد الطبو هانا نتوحنا من الدجاج جاي لتوزر باش تشري الخبز نشد الصف الحرارة ذي حرارة مرتفعة 48 نشد الصف توصل باش تشري الخبز كما طالب متساكن والجريد بتوفير هذه المواد التي تتماشى والقدرة الشرائية لأغلبية العائلات نحن نتوحنا طبقة ضعيفة معناها فهمت اللي ما عنداش خدمة رسمية ولي يخدم نهار بنهار كل معناتها يشرب الغلاة يعطيك الصحة معناتها حق نهار ويشرب به دبوززيت ماذا بينا يوفرون 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 السميد يوفرون الزيت يوفرون السكر يوفرون الحليب يوفرون الضليل الحواج موجودة ومحتكرينة القليل ويش يحبه ويحب الحاجة موجودة يوفرون غلاوري ذي نبيه يوفرون ما تمش حل أما يوفرون فيما اعتبر البعض الآخر أن هذا الاضطراب قد ساهم فيه لهفة المواطن وأن التزود يشهد نسقا عاديا ببعض المؤسسات التجارية بجهة توزر فم تحسن كبير من ناحية التزويد الاشكالية كل نجم ونحصرها التو في المغازمتاعي في السكر وككميات تزويد معناها قاعدين توصلنا لكوطان بتاعنا بصفة عادية تعم محددين ككل مغازي وقاعدين نوفروا في المواطن وقاعدين نقارنوا مثلا بعام نور والعام اللي قبل نفسها الكميات اللي قاعدة جينا بصفة دورية نجم تقول 80% أو أكثر شوية من معناها السلعة موجودة ثم لهفة المواطن على كل حال موجودة المواطن هو اللي مخلي برشة سلاعة معناها قاعدة مفقودة من مواطن ولا محتكره مشكل نقص المواد المدعم أن يبقى من أهم المشاكل المطروحة على طاولة الحكومة للنظر في كيفية الحد من ظاهرة المضاربة والاحتكار في السوق مع تشديد المراقبة الاقتصادية في مسالك التوزيع من أجل ضمان تزود منتظم يلبي طلبات المواطن في ظل ما تشهده المعابر الجوية والبرية والبحرية بولاياتها الجنوب الشرقي من ازدحام تزامنا مع انطلاق الموسم السياحي والعودة لقضاء عطلة العيد تعززت إجراءات المراقبة الصحية تحسبا لمزيد انتشار فيروس كورونا في ولايات الجنوب الشرقي ومع ما تشهده هذه الجهات من عودة مكثفة لأبنائها المقيمين بالخارج وما سجلته ولايات تطوين ومدنين وجابس من ارتفاع مستمر في عداد الحالات المؤكدة الحاملة لفيروس كورونا في الفترة الأخيرة تعززت إجراءات المراقبة الصحية بالمعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية من خلال تشديد مراقبة الالتزام بإجراءات البروتوكول الصحية المحتمدة من قبل الوافدين من ذلك ما أمنته إطارات وأعوان المستشفى الجهوي بجرجيس عند وصول باخرة قرطاج بالميناء التجارية جملة من الإجراءات تقع اتخاذ على مستوى داري الصحية بجرجيس بالتنسيق ما مختلف لطرف المداخلة لتأمين هذه العودة أهمها كما قاعدين تلاحظوا تنقل فريق كامل إلى بورد جرجيس للقيام بالتثبت من شهادات التلقيح أو بيسيير وتلقيح سريع لم يمضي على استخراجه أكثر من 72 ساعة تكون حاملة للفيروس عدنا مركز صحي على عين المكان الهناء نقوم بالتحليل وعلى ضوء النتيجة نقوم بالإجراءات التي يخوّل لنا فيها قانون فرحة العودة لقضاء العيد لن تكتمل بحسب المهاجرين أنفسهما إلا بالالتسام بإجراءات البروتوكول الصحية والوقاية حماية للجميع مثل الفاكسين الفونتو اللي مش مفاكسيني ماذا به يعمل تستقبلا يروح للدار فهمتني ولا لا ويرد بالعلى العائلة وهذا واجب علينا كل زداء حماية ليا وللعائلة والوالدة عمرها 75 عام إن شاء الله يا رب يفضلها يزمنين نحميها قبل ما نحمي روحي وإكستراء سعرنا في فاكسناتنا حاضرين وعملنا معهم تست بي سيار بي جون بلوس وامورنا واضحة وإن شاء الله لا بس باش نحمي أرواحنا و باش نحمي وغيرنا وكبارنا وصغرنا يوحد جايد زرزي ستسابة ميدرش على روحة مأتها واحد يزم في العودة للاحتفاء بعيد الإثحى المبارك وقضاء العطلة الصيفية يعيشون على وقعه على مدى السنة يكون أفضل بكثير بالنسبة إليهم لما يأتون سالمين ويعودون سالمين شعارات متعددة رفعتها الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات خلال حملة توعوية بولاية القسرين الهدف منها مزيد اليقظة والحذر لضمان سلامة الجميع خاصة أمام ارتفاع نسبة حوادث الطرقات في الآوينة الأخيرة حملة لا قد ترحابا من مستعمل الطريق تحت شعار بالعيد فرحانين وعلى طرقاتنا سلمين نظمت الجمعية التونسية الوقاية من حوادث الطرقات حملة توعوية بمداخل القسرين المراد منها حث مستعمل الطريق على احترام إشارات المرورة وقواعد السلامة للتوقي من حوادث الطرقات عدة شعارات نرفعها حزام الأمان إذا صنته وصانك تلفونك ميصاجاتك أو حياتك بل ميصاجاتك عيش لكن ما تجريش هذه كلها هي عمليات تحسيسية وشعارات من أجل تحسيس المواطن وتوعيته العيد الأضحى اللي مناسبة دينية الشعب التونسي يحتفل بها أكثر من أي مناسبة الاحتفال الثاني هو عنه نهار خمستاش جويلة بعد العيد بيامات باش ترجع الحدود ما بين تونس والجزائر ما أنهي باش تولي فما كثافة مرورية في الكيسات الكل الأخوة في وزارة التجهيز تلهاو أول حاجة بالإنارة بالترساج في الكيسات باش نضملو عطلة آمنة فرشة نقاط سوداء يجب نرجع فيها الضو الالسانجيراتوار في اليرونبوان وكل شي باش نرجعوا الترساج في الكيسات لدودان متاعنا الكل باش نعملو ماك اللي دوشاب باش يوليو في الليل وانطلقت الحملة بمشاركة السلطات الأمنية بمختلف أسلكها وفرق الحماية المدنية وأعضاء الجمعية إضافة لممثلين عن عددنا من المؤسسات الإدارية على غرار إدارة التجهيز التي قامت بجملة من التدخلات لتهيئة الطرقات لمستعمليها وتم توزيع مطويتنا على أصحاب السيارات تضم نصائح وقواعد للتوقي من حوادث الطرقات حملة توعوية استحسنها مستعمل الطريقة يا أصحاب السيارات احترموا إشارات المرور تحكموا أرواحكم وتحموا غيركم يعطيهم الصحة تقولوا المجهود جمعياتي إلا له الهدف نبيل ياسر هو الاتقاء إلى ما هو أفضل والصغيرات هذوم إذا كان نركزوا عندهم وأن أسوا عندهم معناها العمل الجمعياتي والأخلاق والوطنية والروح المواطنة معناها من نجم وكانوا نقولوا برك الله وفيهم يعطيكم الصحة في إطار عطلة أيامنا نشير كل يوم صحبة الجمعي الوطنية وقايمة نحوظ الطرقات في حملة تحسيسية على الطريق الوطنية 13 وفترق بوسجيم لتحسيس مستعمل الطريق باحترام مشهرات المرور بمحافظة لمستعمل الطريق وتأتي هذه الحملة في إطار الحملة الوطنية عطلة أيامنا تحت شعارة من أجل سلامة المواطن والتي ستتواصل تلت شهرية جويليا وأوتا وفي مدينة سوسا أسفرت حملة أمنية مدعمة بوحدات إقليم الحرس الوطني أسفرت عن إيقاف عدد من المنحرفين الذين يشكلون تهديدا لأمن المواطنين والسياحة الوافدين على الجهة استعدادات ميدانية فانطلاق تشكيلات أمنية من مختلف الأسلاك والاختصاصات ابتدأت الحملة بإيقاف لفيف من المنحرفين وعدد من العناصر الإجرامية المفتشي عنهم وحجز للمسروق بداية من شهر جويليا تم تدعيم الأمكانيات المادية على مستوى ولاية سوسا سواء على مستوى مرجع نظر الحرس الوطني أو الأمن الوطني واليوم ارتأت وزارة الداخلية أنها تقوم بحملة أمنية وساعة النتاق على مستوى ولاية سوسا بإشراف من إيطارات أمنية عالية المستوى دورنا هو دور وقائي بالأساس توجدنا هنا هو لحماية المصطفين لحماية المواطنين نتوانسا اللي موجودين هنا اللي قاعدين يرتادوا على المنطقة السياحية وكذلك لحماية السياح الأجانب معنا أرتأة الأمنية متواجدة حاليا في كامل معتها ربوع الولايات كمقتلك شرطة وحرس موجودة في الأحياء الشعبية الكل موجودة في المفترقات الهامة كانت عنا مفترقات قارة زدناها مفترقات إضافية حملة أمنية تأتي في إطار تعزيز أمن المواطنين بعد استشراء حوادث النهب والنشل والعنف والسرق الموصوفة اليوم دخلت في قوة في سوسا اليوم السباح معنا على خروجي نلقى سرق في وسط الكربة نلقى في وسط الكربة مش نسرقها معه رزمو معنا يخلط عليه في دقيقة تسعين شديته حقيقة معنا المواطنين تعاونوا معايا هزينا هزينا المركز قاموا باللزم مشتل بحارة ثمانية ودرجة متاع الصباح واحد يتعدى على أولاد يشيق له رجله وذي يقول معنا يكاكل لله في سبيل الله الأولاد من المساكن والآخر ما عاش أمني تلمي جريف يجرت وخلطت عليه ضربوا بموس أمرها كبيرة معناها متعدية ولد فمثني أنترى لها الساكمتها فيها فلوس فيها بورتابول وفيها كل شي جاي زاير هنا لسوسا وفيما يخص الحملة الأمنية للتجار للمتساكنين للمواطنين لكل الحملة التي عاملين هذه تفرح الناس كل لكي الإنسان يخرج يبدأ مرتاح لا يوجد خايف ويبدأ يعنيه متلف بالجناب أمن قصوى شرطة ولا حارس الحق على موسى واسوسة فرق الأمنية مشكورين وفم قضايا معقدة جدا وخرجوها إيجابيا هو الواجب الوطني يدفع المؤسسة الأمنية للتصدي للجريمة المنظمة والضرب على أياد المنحرفين والخارجين عن القانون أمام توصل المنحة التصعدي لأسعار القمح في السوق العالمية تسعى تونس من جهتها لمجابهة تدعيات ذلك على الأمن الغذائي الوطني من خلال اتخاذ إجراءات أنية لضمان الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب سجل معدل سعر القمح الصلب ارتفاعا على السوق العالمي للحبوب في الآوينة الأخيرة تقدر بنسبة 89% مقارنة بما كان عليه خلال شهر ماي من السنة الفارطة وفق النشرية الأخيرة للمرصد الوطني للفلاحة ارتفاعا شهده أيضا معدل سعر القمح اللين الأوروبي بنسبة تقدر ب67% كما سجل معدل سعر الشعير الأوروبي زيادة تقدر ب70% خلال نفس الفترة كما بين المرصد الوطني للفلاحة أن تواصل الحصار على أوكرانيا سيتلف مخزونها المتبقي من موسم الفارط ولن يقع تجميع صابة هذا الموسم وهذا ما يفسر المساعي الأوروبية لحل حالة الوضع والمفاوضات الإيطالية الروسية لإعادة تصدير الحبوب من أوكرانيا تواصل المنح التسعودي لأسعار القمح منذ اندلاع الاشتباكات بين أوكرانيا وروسيا فسره المرصد بتوقف إمدادات القمح من جهة البحر الأسود وتخوف من نقص المتوفرات في الفترة القادمة واعتبر المرصد أن تونس ليست في منأة عن التجاذبات العالمية ولمجابهة تدعية الأزمات المتكررة على الأمن الغذائي الوطني يترح خيارين وهما الضغط على التوريد من ناحية وتحسين الانتاج الوطني من ناحية أخرى فيما تقدر صابة الحبوب لهذا الموسم وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 18 مليون قنطار أي بزيادة تقدر بنسبة 9% وقد تم تجميع 5.3 مليون قنطار من الحبوب إلى حدود أواخل شهر شواء ويذكر أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الآنية لإنجاح موسم الحصاد والتجميع من بينها الترفيع في أسعار الحبوب على مستوى الانتاج والعمل على تقليص نسب الضياع والإسراع بإصدار الأوامر الموسمية المتعلقة بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها كما تعتزم وزارة الفلاحة ضمان الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب بـ 12 مليون قنطار خلال الموسم المقبل عبر التوسع في المساحات وتوفير بذول الحبوب الممتازة ومن بين الإجراءات الأخرى التي تعتزم الوزارة اتخاذها ضمان التزويد بالأزميدة الكيميائية وتكثيف الإرشاد والإحاطة بالمنتجين لبلوغ الأهداف المرسومة ختم مناشراتنا مشاهدين الكرام شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة